يؤكدون غربيون على قلب الدول الخليج يقولوا يراهوا ضروري ان تمر الدولة التونسية او توقع اتفاق مسبقا على صندوق النقد الدولي قبل منح اي اموال انا اسأل كالمواطن عادي نعرف عجزة الحكومة عندها سبع شهور ولغيري ما يذلك اليوم في الواقع الحكومة تجد نفسها مجبرة لمعالجة الان هذا ارتفاع الاسعار ورئيس الجمهورية تقريبا منذ يومين فقط تحدث عن الطوابير الاكثر من ساعة وساعتين يحصل تونسي على علبة زيت المدعم او على الكيلو سميد هذا عمليا ما هي الحلول التي تملكها الحكومة حتى يزايد عليها لمعالجة هذا الوضع الطارع سؤال جميل جدا حبيت نقول حاجة انا من اكثر حاجات لي بريموتو زعجني وقت لي يجي معناه محافظة بنك المركزي ويقول روحا عنك كذا كذا يوم توريد اخي علش ما علش كذا كذا يوم تصدير هذه من الناحية على خاطر العجلة لانتاج ميتا الحاجة الثانية اتفكروا رئيس الجمهورية قالكم تونس كان تحت حماية مش تحت استعمار يعني هو يقر اللي الدولة مازالت مربوطة باتفاقيات حماية وهي اتفاقيات خمسة وخمسة 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 ثانيا تربطنا اتفاقية اخرى تحت حماية وخرجتنا من الدول العدم العياد هي دكترين اللي سعحها بورجيبة في عام سبعة وخمسة اقبل العيد الميلاد الاول لاستقلال في ثمانتاش مارس سبعة وخمسة وهي تولي بالولاء الامريكي وامريكا تتحكم في العالم بثلاثة اذرع الزراع العسكري وهو الناتو الزراع السياسي وهو الكونسيد والسيكوريتي والذراع المالي والاقتصادي وهي البنك المونديال والافهمية في بلدان اللي هي شجعة تونس باشتمشي في النمط هدايا وهي الامارات والعربية السعودية متنجمش تتحدى امريكا تقول لها انا من اعطيك فلوس الا معناها مات صندوق النقد الدولي وافق وتكون امورك منظمة اما البلدان اللي عندها سيادة كيمال جزارة الجزائر جاءت اعطاتك فلوس وكان جاءت احنا عنا سيادة كنا نمشيوا للصين اللي هو مهموش صندوق النقد الدولي وما نجيبش وردق عليه صندوق النقد الدولي احنا بينا اللي احنا ناس ناقصين سيادة هذا يا حاجة في هذه النقطة بالذات لان هذا السؤال كثيرا ما يتكرر يقول لك اشهزنا لصندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي مضربناش على ايدينا نتحدث عن واقع تونس اليوم حتى رئيس الجمهورية سبق وتحدث عن ما اسمها به هذه امك صنافة وكذا اليوم هو يذهب الى صندوق النقد الدولي ويستعجل ويستزجل هذه الحكومة وزيرة المالية منذ اسابيع قليلة قالت الهدف متاعنا او هدفنا الحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو يذهب اسمح لي يذهب صاغرا الى صندوق النقد الدولي لانه صندوق النقد الدولي يعطيك فأض اقل من الاسواق الاخرى سيد الكريم سؤالك جميل جدا اما لا انا باش بوافق هابت شو نقول لك شنين نعم المناصبي الحكام المناصبين في تونس من الثورة تفكروا الفخفاخ هو المشاهد صندوق النقد الدولي هو والشاهدي العياري بعده المشاهد هو المشاهد هذوم الناس المناصبي تفكروا مهدي جمعة وقت يتحط وزير اول اول ما تلب تلب انتفاقيات خمس وخمسين ما تنساش كونوش عن الذاكرة قصيرة هذوم الناس المناصبين هما قاعدين يرعاوا في المصالح لانتع الناس ينصبوهم ما تنساوا جاسين ابراهيم وبنك لازار هذوم الناس يربطوا فيك باليد اللي تخليك تحت الرعاية الامريكية وصندوق النقد الدولي والرعاية الغربية بسليف عام هذوم الناس يهزوك هما يطلبوا توصندوق النقد الدولي تتعرفوا اللي تدو ما عنده مشاكل مع تركيا مثلا خاطر تركيا ما عندهش دين ما عندهش دين ما عندهش دين ما عندهش دين واشخلا فيه 2016 حبوا يعملوا انقلاب على ابو اردوغان ونحطيك ونحطيك عندهم مشاكل مع الجزائر الجارة على خاطر ما عندهش دين دونك هو بآلة الدين يتحكم في السياسات منتع البلاد هذيك وشيء وقع اليوم تصويت اللي صار اليوم في الجمعية الامم صار على خاطر احنا نستنعوا في قرض عند صدوق النقد الدولي يعني كان احنا صوتنا بكل حرية ولم تنعنا على التصويت كنا نحرم مهات دين هذي اللي يستنعوا فيهم تالي فمين فمتني خلف هذا الحلول رأي موجودة انا قتلكم راهوا احنا عنا دين مثلا داخلي بالدينار تونسي واحنا عنا كان جات عنا سيادة نقدية راهوا بالدينار تونسي اذا هو عنا حق في سق العملة وعنا حق في حلان معناها دي كونس ان ديناخ نخلصوا بهم من ناس اسمحي يا دكتور انت لا تشتري القمح والمحروقات بالدينار تشتري عن جايك القمح عن جايك القمح القمح راهي اشكالية وبيش تتتفاق على خاطر القمح زاد 80% من سومه معناها كان تورناتا نقول واحنا بالمياه ولات ببياو 8 مثلا وطوة بشتزي دي اغلق اكثر علاش على خاطر سكروا المذيق بتاع البصفار والدردنيل والسلعة اللي كانت تجي عن طريق البحر الاسود والبحر الابيض بشتوصل للتونس بشتوالي تاخذ اثنية اطول واغلى يعني احنا بشتنى وكارثة كارثة خاصة في البلدان المغرب العربي واحنا بالخصوص احنا والمصر والجزائر اللي عملوا على القمح الاوكراني والروسي بشتنى بشتنى يعني العجز في الميزانية بشتنى يكبر وولينا معناها الحكومة هذية كما يقولك معناها معناها لعنى لخرايط لرادارات لحد شيء كل نهار ونهار برا كيك برا كيك كل نهار ونهار سيد سور